اشتركوا في القناة خاصة الأخوات اللي ألحوا عليها اللي ندير لهم طريقة كيفاش نهزها ونحطها في الطاجين تأخرت عليكم نرمال ما كنتم نحطه لكم قبل رمضان لكن عاودته لكم في رمضان أولا بالنسبة للعجانة الماركة تعي هي بومان يعني عندي مدام اللي درتلكم هدرتلكم عليها لكن معليش نعاود لكم اشي مشكل الكسرة تعي نعجنها بالأس منعجنها شبلكا والفوة أيبانة باللي زبدة تحويش خفاف وش ندير في المطلوع نتاعي ندير زوج كيسان تع سميت سميت عادي رطب مع كاس تعفارينة يخرجوا لي زوج خبزات كل خبزة ندير فيها مغرف صغيرة تع الملح يعني هنايا راح ندير زوج خبزات درت زوج مغرف صغير تع الملح خلط كلش مع بعضه راح نجيب الخميرة خميرة الخبز ندير ملعقة كبيرة هنايا نايا السكر والخميرة راني مخلطتهم ديري ملعقة كبيرة سكر ملعقة متوسطة تع سكر ملعقة كبيرة تع خميرة وملعقة متوسطة تع سكر واللوح فرد مرة الماء يعني ما نلوحش يعني على ضربة وحدة اللوح الماء بش توليلي شوي طريا ما نحطهاش في العجانة وهي هكا كيابسة نديرها على السرعة رقم واحد ونخليها تتعجن ونشوفها اذا محتاج الماء راح نزيد لها هنايا ما نعجنها شبلي بس لخطر مهما كان هذا العجانة راهي آلة ما هيش كيمة هنايا البشر اللي تقدري حنايا ونتعبو يضرنا المفاصل تعنا فما بالك العجانة اللي هي آلة وفيها اللي فيس وفيها الحكاية تذوق نخليها تتعجن في راحتها على السرعة رقم واحد والاثنين ما نفوتهاش حكا بش ما نفزش العجانة تعي وتتتعجن اللي مليح ونروح نخدم خدمتي وش راح ندير ونخليها تتعجن حوالي عشر دقائق باش نولي لها الوقت هذا رح ننجد طاجين حلو وانا طاجين حلو تعيكي فاش نحضروا نحضروا على طريقة الشاربات اللي نشربوا بها البسبوسة وقلب اللوس نحط المشماش وعين البقرة والزبيب نحطهم يتمخوا في الماء سخون عين بقرة نديرها وحدها والمشماش والزبيب مع بعضهم وندير كيلة تع سكر بزوش كيلات تعلمة ندير معها مغرفة صغيرة تع سمن خطرة ان ندير بالكيلات الصغر وكيد تخلص لي باش نزيد يعني ما نديرش كونتيتي كبيرة وتبقى لها كاكفة اللاجة ونديروا القرفة واللي عندها نجمة الارض نديرها مع انو صراحة ان انا ما عجبتنيش بنجمة الارض عجبتني بالقرفة فقط يعني القرفة تعطي وحد النكهة وحد الرائحة لتجين حلو ولا ارواح لكن كيما يقولوا الناس اذواق والاذواق لا تناقش يعني كي الناس اللي تحبوا بهذاك ومتحبوش بهذاك وهي رائحة نحط هذك الشاربات كي تبدأ تغلي باش اللوح اليها المشماش وعين المشماش وزبيب مشي عين البقرة عين البقرة نخليها حتى نشوف بلي المشماش هذك تقريبا رح يبدأ يطيب لي النقص عليها هنا نخليها تطيب في راحتها باش ماي شربت هذهك ما تتعقدش وما تنشفش رح تنوجد رح نوجد قوت لكم قراتان القراتان هار اليوم رح نديرها بالبروكلو ولا شوفلور المهم كل واحد كيفاش يسميه نحتاج فيها بصلة البصلة رح نقليها وحدة يعني كيفاش ندير هاذ الوصفة والبصلة نتاعي كبيرة ما نحبش الخضراء الكبيرة خاطر تحتم عليك تحلي حبة البصلة ولا البطاطا ولا تستعمليها كامل في نفس النهار درت بيها الشربة وقصيت منها القراتان والباقي رح نديرو الشكشوكا يعني نحب الخضراء اللي تكون نحبها تحا متوسطة ما تكون صغيرة اللي تعذبني في الكشور وما نحبها كبيرة اللي لفت قشرتها ولا لازم نستعملها كامل في مرميطة كما اشتوه درت البروكلولي كنت نظفته وغسلته مليح اكم تعرفوا احيانا نوش يكون فيه وحطيت معاه زوج حبات تاع البطاطا متوسطين كما كم تشوفوا قصيتهم هكا كبر كما خطر فيه مبادر رح نرحيهم ودرت وريقارند ملح والفلفل الكحل وسنينة تعثم وخليتهم اي طيبو هنا تحبي تفوري لشوف الورتاك تحبيت طيبية في الماء كما راكم تشوفوا الخبز هنا يراه التعجن يعني رحت نصبت الحويج هذو كل وقت اللي كنت ننصب في الاطباق اللي راح نحطهم في الفطور هي كانت تعجن في راحتها تعجنت كما راكم تلاحظوا يولي العجين تحا املس وحتى بالحباتها سميدة ويولي وما يبانوش هكا تعرفوا باللي راحي تعجنت لكم مليح هنا نجيب المناشفة على الكسرة انايا نحب نضي الكسرة مرخوفة ونرش الفارينة خاصة انه يدي سخونة نرش الفارينة بش ما تلسق ليش في يدي يعني ما نكثرش الفارينة بش ما تأثر ليش على الكسرة هكا بش كي نحطها الطيف الطاجين ما تتحرق ليش نقرسها ونغطيها كما راكم تشوفوا نخليها في راحتها تخمر نزيد نعاود نروح نخدم واشرح نخدم كما راكم تشوفوا نغسل السعلنا نعاود نظف البيتخاهكا بش ما ما يتركموش عليها الاواني ونروح نخدم في راحتي ومرة على مرة نطلع عليها انا ما نكذبش عليكم يعني ما نتقيتش بزاف بالوقت وما نشوفش بزاف للساعة قليل ما نقولكمش باللي ما نشوفش خلاص وما نقولكمش باللي دي ما نشوف بالصح الكسرة كيفاش نعسها نشوفها مرة على مرة نضرب عليها طلع نشوفها اذا ضعف الحجم التاحها ثم ما نعرف باللي الكسرة تعيره هي واجتها نظركم نعطي لكم كيفاش نعرفوها باللي خمرت هنا الروس تعيره طاب نطيبه في الماء ونفوره فورا على السريع برك لخطر ديجا ودوقته لباس يعني في الطياب في الماء وبالنسبة الاداة ترحي اللحم للاخوات اللي يسألوني كيفاش نحلها نحلها بهذا الطريقة شوفوا اللي بنات تلظف هذك البوتون لك حلي يكون والدوري الدوري كيما اتجاه عقارب الساعة ماشي العكس يعني اذا بقيت يتفرصي في هالعكس رقي راح تكسريه ومبعده ما تقضيش تخدمي به وكين نركب هذا الاداة نركبها عكس ما فتحتها هذا ما كان لكن نبقى الله تضع لهذاك البوتون لك حل هذا ما كان المهم حاولي انك ما ترحيش في هالبصلة بش ما يحفاش السكين انتعو انا ما نكذبش عليكم مرات نستعملها مرات نستعمل الروبو ما نحبش نستعملها بزاف نذرح تفشلني في الغسين كماشتو اللحم ندرت معاه البصلة حطيتو في مقلاة درت له رشة على الملح رشة على الفلفل اسود وتوابل خاصها باللحم بلا منسها المطارد وندير لها اما قطرة اخل اما عصرة عليمون ونخليه طيب بلا مين شوف اللحم المفروم الفيونداشي ما نحبوش يكون ناشف كبش يبقى بنين رحتو نوجد الحوايج تاع الروز نحب ندير فيها هذا الحوايج مرات نحب نقص منها حوايج نحب نضيف فيها حوايج لكن الأمور الأساسية اللي دائما نديرهم هي بطاطة سنالية جلبانة الطان والفرماج دي فوه ما نديرش فيها الطان جي ما شاء الله نربي فيها غير حبة تاع بيض نكون غليته ولعاق ما نكون شرش متها ويجيني الماسيدوان تعني مليحة بعد ما طابل الحم ننحي هذاك الحم في نفس المقلة ندير البصلة نذبلها احتى هي نخليها شوية غزغص نذبلها في هذا المقلة من بعدها في نفس المقلة رح ننحي هذا البصلة وندير فيها البشامال علىها بغيت ندير البشامال في المقلة بش تدي لي النقهة تاع اللحم المفروم وتاع البصل نجي هذيك البشامال روعة روعة في الضوق تاعها لكن اذا انتي محبتيش تديري هذ الخطوة تديريها في طاوة عادي كما ملفت تديري البشامال تاعك رح تديريها كما تقدري تستغنائي على البشامال نهائيا اذا افراد العائلة تاعك ما يحبوهاش انا كاس تاع الحليب دائما يكفيني في سلسة البشامال في جميع انواع القراطة نزيد لها الفرماج نحب نديلها فرماج بيض نحب نديلها ثاني فرماج رابي المهم هنا حسب الذوق تاعك وحسب المتوفر عندك في الثلاجات تاعك طاجين حلوي يعني تقريبا راح وطاب كمل كنت زيت له ثاني عين البقرة نطفي عليه ونضيف هذوك شباح صفراتعي على واحد نطفي لاخت القدرة اللي نطيف فيها طاعتين يعني راح تبقى تغلي وراح تبقى اللاصوس هذوك تغلي واحد لخمس دقائق المهم تبقى سخونة واني راح تكفيني المدة هذوك انها شباح تاعي تطرعلي شوية بلاصوس وتشرب بلاصوس بعدما طاب البروكلوكي ماشتو لشوفلر هو والبطاطا بنمع اسهم هكا بالفرشيطة برك بلا ما مترحيهو مش بزاف يعني يبقاو هكاك حبات حبات شوية يبانو يكونوش كبر وما يكونش مرحي لدرجة انو يوليش غول بيوري من بعدوش راح ندير راح نكسر عليه حباته على البيض ضيفتلون مع الدنوس كي ما تشوفو البيض هنا معا تديريه معا تحطيه في ليمون الاخات القراتا ولا شوفلر راهو يشرب البيض اللوح له البيض ولوح له هذك اللحم المفروم هنا تقدرو ديرو يا البنات الجاش ديروه جاج مفروم ولا تبلوه بتتبيل تشاور ما تقدرو حتى تديرو الطم تشوفو دائما راح يكون اختيار عندكم يعني اذا مش متوفر عندكم هذا تديرو الحاجة الاخرى يعني الحم بالجاج ولا الجاج بالطم كي ما تحبو انتو ما من بعد راح نديرهم في قاويل فردية هنا نحي تسع قسمة ولدي الكبير ما يحبش البصلة وهذا الحوائج الخضر ما يحبهمش نحي لو البصلة لخطر اذا لقال البصلة ما يكمل فيها كله من بعد راح ندير طبقاتها على جبن نحب نديرها في النص هكا بش البيض يجمد والجبن هذك يذوب والبيشامال تشد روحة يعني يجيو طبقات وندخلها للفرن على درجة حرارة متوسطة قسمة يطيب هذك البيض ويذوب للجبن والبشامال تشد روحة وتدي لي ذلك التحميره هنا بعد ما تفقت الكسره لاخر مرة لقيتها باللي راهي طلعت تشوفوا كيفاش نتفقدها نقيسها بالاسبعة تعيب صح ما ندخلوش كي مضركة نقيسوا هكا كبرة قسمة نتفقدها هنا محس فقط كي تشوفيها والله تلك عرفي باللي الخميره تعيك راهي واشتها كيفاش نهزها نحكم ندير يديها كلسقهم في بعضهم نخليهم شبعات وندخل يدي تحت الخبزة في النص في النص تماما ماشي في الجوانب باش ما تعرض ليش باش ما ترقاقليش الداخل يعني في النص وفي الجوانب تبقى ليخشينها نحكمها بهذا الطريقة ونقلبها طيشها في السماء الدور بعد نحكمها بيدي ونحطها في الطعشين هذه هي طريقتي كيفاش نحضر المطلوع وكيفاش نحطوه في الطعشين الأخوات المبتدئات بزاف اللي ينصحوهم بأنهم يديروا ورق الزبدة ما ننصحكم شنهائيا لو كانت تولفوا بورق الزبدة ما كمش راح تولفوا انكم تهزوا الكسرة وتحطوها في الطعشين بلا ورق الزبدة لذا اللولا راح تعوج لك الثانية راح ترقاك في النص وبصح مع الوقت مع مرور الوقت راح تتعلمي تديريها وتعودي تديريها ما شاء الله حتى نافل الأول تاعي كانت الكسرة تجيني ثقيلة ما تجينيش خامرة كنت نزر بنت طيبها كنت كنهزها ندير أشكال هندسية لكن مع الولف شوفوا على كل حال لبنات الكوزينة والطياب الطياب راح ولف جامي منقولكش جامي منقولكش يعني جامي للوصفة اللولا تصلح لك لا لا كاين مرات مع اللولا تصدق لك الثانية اللي ما تصدق لكش بالصح جامي وحدة انها تدخل و تبقى تدير في عدة محاولات و ما تنجحش ديلك محاولة اللولا ما تنجحش فيها تقولك اه واه صاحبة الوصفة هي اللي اعطتها لي غالطة لا لا هذي ميش هكي العكس لازم نديره اللولا ما تصلحش نعوده الثانية نعوده الثالثة ننشحو في تحضير هذيك الحاجة هذيك الوصفة و نوالفو يعني نوالفو و مع الوقت نكتشفو شي هي الحاجة اللي تولمو شي هي الحاجة اللي تفزدو شي هي الحاجة اللي تنجحها وهي رايحة بعد ما نطيب الكسرة نحوشيها معناها نطيبها على الجوانب بهذيك الطريقة كين يبقى و يدورو فيها في الطاجين لا 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 نحط الثانية و اللولا لها ليه نحوشيها ان شاء الله برك نكون شرحت لكم ليح و في سر تلكم ليح طريقة تحضير المطلوع تعالعجانة على طريقتي اكيد كين يديروها بالفرينة كين يديروها بسميت فقط كين لي الطريقة اللي بشيلوها و الكسرة في الطاجين تكون زي المهم راه يتختلف من اخت الاخرى يعني انتو ما اسألتوني و انا جاوبتكم ما حبيتش نخليكم تسألو بزاف و لو اني طولت عليكم اسمحولي اخر حاجة و اللمسات الاخيرة دائما اني نوجد الطابلة و نروح نوجد سحونة يعني سلاطة في سحن نحط قبل السربيس في الطابلة و نبدأ نهز السحونة اللي راح نحط ولا نسربيه فيهم كماشتو كنت درت سلاطة سلاطة خضراء عادي باللور دابر اللي كنت حضرتها الروز اللي كنت حضرتو شوية تعبط راف و خيار و الطماطم الطماطم الصغيرة هذي راهي كاينة البنات و راهي رخيصة ماشي غالية نشريت كونتيتي لبس بيها بين الطماطم هاذ الحمراء و الصفراء سقمت لي فوع 9000 احسن من انك تشري علباب 25 او 30 او لا وتكون فيها كونتيتي قليلة صغيرة خلاص وتاجين حلو شوفوا لاسوسالبنت كيفش تجيش الصفراء الشباح نفس الشي يجي و طريين ولا ارواح وهذه هي طاولة افطاري لليوم الخامس عشر من الشهر الفاضيل يعني شاركتكم تحضير كامل الاطباق و كلش كنت درتو هاذ النهار يعني خلصت لي كلش خلصت لي الطاجين الحلو الشرباء و ديجين بلاقررت اني نديروا قراتان قراتان تاع الشوفلور يجي بزاف بنين مايجيش ناشف و ما ننساوش باللي ديجاء الشرباء راهي شرباء مايجي حاجة ناشفة و هكا كان طاولة افطاري يربي دومها نعماليا و عليكم يحفظها من الزهوال علينا و عليكم يا رب العالمين و رح نقسم لكم تشوفوا كيفش تجي القراتان من الداخل ان شاء الله تجربوها و تنال اعجابكم هكا نكون وصلنا نهاية فيديو نهال يوم و قلقنا نقول طالوا في ارواحكم صحة فطوركم و صحة صحركم و نلتقي في فيديو هات قادمة ان شاء الله سواء روتينات ولا وصفات في امان الله مع السلامة